قبل قليل بدأت جنزات شهداء قصف الاحتلال هذه الليلة على مدينة رفح بعد أن استهدف طائرات الاحتلال منزلين سكنيين في المدينة وادت الارتقاء ما يقارب 20 شهيد بالإضافة إلى عشرات لصباتها أبرز هذه القائرات كانت على مربع سكن داخل مخيم الشبورة وسط مدينة رفح الذي يتكدس فيها ألاف النازحين واللاجئين الفلسطينيين في هذه المنطقة المقتضة بالسكان مما أدى لارتفاع عداد الشهداء والمصابين وصعوبة دخول السيارات للفاع المدينة والإسعاف إلى داخل هذه المنطقة السكانية الديقة في شوارعها مما أدى لارتقاء تقريبا 18 شهيدا في هذا القصف وحده بالإضافة إلى عشرة الإصابات من الأطفال والنساء قبل قليل انطلقت جنزات الشهداء من المستشفى أبو يسف النجار إلى مقبرة مدينة رفح لمواردهم أكثر هذا بخصوص غارات الاحتلال هذه الليلة مع سنوار القصف المدفع الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينة رفح بالإضافة إلى قصف زوارق الاحتلال في منطقة البحر في المنطقة الغربية زوارق الاحتلال طيلة ساعات الليل وفجر هذا اليوم أطلقت عشرات القذائف على منطقة البحر أيضا التي فيها يتواجد ألاف النازحين الذين توجهوا لمنطقة العراء المنطقة الغربية منطقة المحاربات هذه المناطق التي توجه عليها النازحون من مدينة خانيونس وكذلك النازحون من مدينة غزة الذين كانوا في مدينة خانيونس لكن احتلال أمرهم بالتهجير القصري إلى مدينة رفح توجه المناطق المفتوحة في غرب رفح ورغم ذلك أن قوات الاحتلال لحقتهم بالقصف من الزوارق قلت ساعات الليل وحتى فجر هذا اليوم هذا فيما يتعلق بوضع الميدان المستمر في مدينة رفح والمتوتر كما بقيق محافظات قطاع غزة على غير رواية الاحتلال بأنها مدينة آمنة وفيما يتعلق في معبر رفح البر قبل غليل فتحت السلطات المصرية في معبر رفح لسفر الجرحى والمرضى وكذلك حملة الجنسيات الأجنبية والمصرية بإضافة لدخول عدد من العالقين وكميات من المساعدات حيث يقدر اليوم سيتم إدخال ما يقارب مائة شاحنة من الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر الفلسطيني لكي يتم توزيع على أكبر قدر ممكن من السكان في قطاع غزة ألي التوزيع هذه المساعدات؟ بالتأكيد هناك مناطق أكثر تكدساً محمود الحاجة كبيرة، الحاجة الإنسانية لهذه المساعدات والمواد الأساسية كبيرة جداً لكن الآن القوافل الغاثة والمساعدات لا تستطيع التوجه إلى مدينة غزة ولا إلى شمال قطاع غزة، أيضاً إلى منطقة المحافظة الوسطى أيضاً أغلقت الطريق من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة خانيونس أغلق الطريق صلاح الدين بالكامل لا يمكن هذه المساعدات الوصول إلى مدينة المحافظة الوسطى التي فيها عشرات ألف المواطنين سواء من النازحين أو سكان الأفضلين وبالتالي هذه المساعدات ستقتصر على مدينتي رفح وأجزاء من مدينة خانيونس لكن الكمية الأكبر ستكون داخل مدينة رفح لكن آلية التوزيع يبدو أن هناك مشكلة في التوزيع في ظل شكوى النازحين من عدم وصول المساعدات إليهم بالشكل المطلوب وغالبية النازحين خصوصاً الذين يقتلون خارج مراكز اللواء التابعة للوكالة للأونروا لا يتلقون هذه المساعدات في ظل عجز هذه الوكالة عن تقديم الخدمات بشكل كافي لهؤلاء النازحين ممن أقاموا خياماً من البلاستيك وخياماً عادية للجلوس فيها في المناطق المفتوحة وفي انتظار وصوله على أقل المياه والمواد الأساسية للأطفال والمرضى ولكبار السن منهم ربما تكون الأولوية لرفح نظراً لتكدس أعداد كبيرة نعم رفح بحاجة لكميات كبيرة من الوسائلات نتحدث عن ما يقارب مليون نسمة اليوم يقطنون في مدينة رفح التي كان عدد سكان الأساسين ربع مليون فقط وبالتالي أعداد كبيرة من المواطنين لا تكفي كل مرافق مدينة رفح للخدمة فكيف الحال إذا كانت هذه المرافق أيضاً غير عاملة في ظل عدم توفر السولار اللازم ولا غاز الطهي في مدينة رفح وبالتالي كل المرافق اليوم شبهة مغلقة نتحدث عن محطات تحلية المياه الغالبية ثلاثة أعمال نتحدث عن مخابس كل مخابس مدينة رفح وتتوقفت عن العمل بشكل كامل نتحدث عن المركز الصحية ضغط كبير من الحالات المرضية والإصابات من يحتاجون لنا الرعاية الطبية لا يمكن لهم الحصول عليها في ظل الضغط على المنظومة الصحية في ظل أن مستشفيات رفح هي مستشفيات ضعيفة وقليلة في حجمها وقليلة في إمكانياتها وبالتالي هناك ضغط على كل مرافق مدينة رفح الشوارع في مواطنين أو وجدناه قبل قليلة قد باتوا هذه الليلة في الشوارع والطرقات في ظل عدم توفر أي مأوى لهم في ظل السنورة القصف الإسرائيل على مدينة رفح محمود فودا مراسل الغد من مدينة رفح شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا